أكدت المكلفة ببرنامج التسمم العقربي بوزارة الصحة فريدة عليان في تصريح خاصة به قناة نيوميديا أن الوزارة وبعد إحصاء 1800 حال التسمم العقربي من بينها سبع وفيات قد قررت إنشاء ملحقة لمعهد باستر بورغلا مختصة في جمع العقارب لإعداد المصل وفي سياق المتصل فقد أوضحت عليان أن عملية مكافحة التسمم العقربي تكون بتكاليف أو تكاتف جهود الجميع خاصة ما تعلق بقطاعات البيئة الداخلية والتربية لتخفيف من الارتفاع المرعب لمعادلة التسمم العقربي بعاصمة الجنوب الشرقي مشكلة التسمم مشكلة معقدة تشترك فيها جميع وأول شيء المواطن مشكلة الكبير في التسمم العقربي هنا عقرب خطيرة وهي تعيش داخل المنزل